اشتركوا في القناة 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 بالحياة العملية اللي هو عايش فيها يعني اللي صاروا وزراء اليوم بأي نادي كانوا مشتركين هذا كان نشاط عام لغدي من احد فعاليات البرنامج التوعوي مركز غدي كل سنة عنده برنامج توعوي وبيعمل عدة انشطة والبرنامج التوعوي هالسنة كان عن المسئولية المسئولية يبقى عبر ثلاث محاور الاول مسئوليتي امام الله عز وجل مسئوليتي مع نفسي ومسئوليتي مع المجتمع هذا النشاط نشاط المسئولية وهو تحت شعار مسئوله باعجبكن فكان انه نشاط تخيل انك وزير تخيل انك وزير تدربوا عبر ورشوب انه شو معنات وزارة شو هو الوزير شو مهامه شو صلاحياته وعددنانه الوزارات فاختاروا الوزارات اللي بحبوها وزير سكر وزير الاعلام ليش اخترت وزارة الاعلام لانه انا بالصيفية اشتركت مع غادي بشي اسمه اعلامي صغير وفيه تعلمت عن الاعلام فاصلت انت استد اكتر للاعلام ونورا نقيت وزارة الاعلام وشو كان بدك تحسن بوزارة الاعلام اول مشكلة هي انه الاعلام بلبنان عم يكون مسيّس يعني حلنا وانه تكون كل وزارة مستقلة مش تتابع على احزاب لا تكون مستقلة تلقى الخبر متل ما هو للمواطن من دون تحريف حيضا بأسهل حريتهم بعريف بس حريات اي شخص تاكفوا عند حدود حقوق الاخرين ومن حق المواطن يعرف الخبر كما هو حلو كتير يعني عم تشوف الاشيه مش بس من نظرتك الخاصة عم تشوف كمان شو معقولي تكون ردة فعل الناس اللي رح يكونوا مؤثرين بها الخبر وكمان عم تعطيهم جواب كل سؤال وقلوا جواب كتير منيح معني الوزيرة عي تاني وزيرة التربية نعم خبرينا شوي لاش اخترت هالوزارة اخترت الوزارة لانه بحس في ضعف جدا كبير بكل المدارس في لبنان كمسلا القدرات تنمية القدرات بالمدارس التحسين تطوير المنهاج مثلا المدارس الرسمية او الخاصة المعلمة بتطاعة الدرس بترجع بتشرحه ويا تلميذ خد هيدا الامتحان وعمله نعم مثلا بالتربية المدنية وقت طاعت المعلمة درس السلطة سلطة تنفيذية او سلطة تشريعية او القضائية لازم مثلا يروحوا رحلة يعملوا رحلة بالمدرسة للمحاكم او لمجلس الوزراء على السراي يروحوا يكتشفوا اكتر يعرفوا اكتر يفهموا اكتر الدرس يعيشوا الدرس يعيشوا الدرس ويفهموا اكتر لحتى يقدروا يعني يخلوا ذكرى ويعيشوا بهيدا التجربة الحلوة طيب كيف كانت هالتجربة نزلتوا على يعني عملتوا اجتماع وين عملتوا اجتماعكم الحكومة؟ على طاولة مجلس الوزراء على طاولة مجلس الوزراء وبعدا كان فيه بيان للحكومة يعني حكينا تشاورنا بالمشاكل والحلول لان احنا طرحناها على مجلس على هيدا رئيس الوزراء اللي كانت زميلتنا مريم الجوز وكانت معنا وحكيناها عن المشاكل والحلول وتناقشنا فيهم لهال المشاكل والحلول وكل وزير حكي الحقيب اللي هو معين وهلا نحنا بانتظار شو؟ صارت فعلة لحقها هيدا الحكومة خلص الحكومة مشي حالة واخدتوا صورة تسكرية يعني مجلس النواب عطاكن السئة صحيح؟ لا بعد بعد؟ اه اوكي بعدنا بعدنا ناطرين ما عم بيعرقلون ليا اه طيب النواب مين رح يكونوا؟ كمان طلاب غدي بس من كفة المناطق غدي لانه فيه له عدة مراكز بالمناطق فطلاب حينزلوا يشاركوا بهيدا التجربة يعني هيدا المشروع اللي جاي؟ ان شاء الله فعلى اساسه بنالوا الثقة على البيان يلي هن يساغوا او لا او بيحجبوها عنهن نواب غدي نحن عندنا كمان وزارة تانين بدون كمان يرفقونا ببقية الانتربيو اكيد رح ناخد فيديو خلينا نشوف فيديو كان انك وزير ورشة عمل تدرب عليها طلاب معهد غدي بهدف تعزيز مفهوم المسئولية الوطنية عند الاطفال ولهذه الغاية استقبل رئيس الحكومة 8 سنة في السراعي الحكومي الوزراء الصغار الذين جلسوا على طاولة مجلس الوزراء حيث تلاكل وزير خطته للحقيبة الوزرية التي استلمها طارحا المشاكل والحلول وستتوجه هذه الحكومة السبت في الثالث من ايار 2014 الى المجلس النيابي لعرض البيان الوزري وانيل الثقة من النواب الذين سيكونون هم انفسهم طلاب مركز غدي من مختلف مناطق سر معنا وزيرة جديدة بانتظار الوزير كمان رح اجعل عند ميسا يعني بيّنوا على تليفيزيونات ومنشرات الأخبار لأنه المشروع كان مهم أو لأنه انتوا أصلا يعني بتكنوا توصلوا بهالطريقة يعني فعلا مخطط هالشي الدكتور سهيل بوجي لأن فعلا كتير استقبلونا استقبال رائع وكتير حبوا التجربة وحبوا تقسيمة الولاد فدكتور سهيل بوجي فات معنا على المجلس وصار يقل لهم شوي كيف بيصير المجلس من كيف بيعدوا وين بيعدوا الوزراء ولما الإعلاميين لما بدون يفوتوا شو بيعمل الوزراء فصار يقل لهم عدة أمور رح ناخد وقف صغير ونرجع نتابع مع الوزراء نرجع لبياناتنا نستقبل مركز غادي والموضوعنا هو البرنامج يلي سمعنا عنه كتير واللي هو حكومة غادي مع ما يسأمنا مني رح نرجع شوي نستعيد هالموضوع وكمان نضموا لقلنا وزراء تانين بعد ما كنا استقبلنا وزيرة التربية ووزير الإعلام هلأ رح نستقبل وزير الداخلية الداخلية ووزيرة العدل شو اسمك؟ حيفاء حيفاء شو العيلة؟ لببيدة لببيدة أهلا وسهلا فيك والاسم؟ عمر أهلا وسهلا فيك عمر شو العيلة؟ نقاش ياهلا مايسا منرجع شوي لغادي وللبرنامج هنتعرف بعد شوي كمان أكتر على الوزراء وعلى برنامجهم بس يعني شو الشغل يلي عملوه الشباب والصبايا لحتالي يعني يوصلوا يقدروا يقعدوا على هالكرسي وبي مجلس الوزراء ويكونوا عم يقدموا برنامج هلأ مثل ما قلنا هالسنة البرنامج طوعه وكان على المسئولية ومن ضمن الفعاليات وطيطبقوه بشكل عملي كان هيدا النشاط صراحة الولاد يعني وكمان هون بحب استشهد بدراسة عملية أنه الولاد في لبنان يعني أكتر شي بهمهم أو بياخدوهم بالمدرسة عن الحفظ الجميل وأقل اهتماماتهم هو الاهتمام السياسي فنحنا من هون حبينا أنه شوي نرفع من الشأن الاهتمام السياسي عند الولاد أو بتنمية المسئولية الوطنية لدى الأولاد لدى الناشئة فاستغلينا عطلة الربيع على مدى شهر ضلن الناشئة عم بيتدربوا على كيف يعملوا هيدا النشاط مثل ما قلنا أول شي أنه أخذوا واركشوب وتدربوا كيف شو هو معاني الوزير وشو مهام وشو صلاحياته وبعدين من بعد الواركشوب كل مجموعة اختارت الحقيبة يلي هو مهتم فيها يلي هني بيحبوا أنه يشتغلوا عليها هلأ بالبيت راحوا كل جروب يشتغلوا على المشاكل والحلول وبعد التنقيح وبعد الأخذ والرد والتدريب عليها كان أنه صاروا جاهزين لهذا النشاط بالسراي الحكومي معاني وزيرة العدل ليش اخترت هالوزارة بالتحديد أحصل انه اختاروها ولا في تعينات لا هني هني اختاروها حسب اهتماماتهم اخترت وزارة العدل لأنه هي اللي بتعمل المجتمعات تتكامل وبالا العدل يعني اذا كان في ظلم المجتمعات كانت حت تتفكك وكيف حدرت البرنامج طبعيك؟ يعني كنت عاب ببحث عن الانترنت وضبت كم مشاكل وحلول وطرحتها بالسرط مثلا عطينا مشكلة لإطلاع حال يعني مثل الرشوة والفساد عند القادة الحال انه منزيد المخصصات المالية للقادة ومنطبق قانون انا لك هذا حتى اللغة صارت لغة سياسية فعلا يعني صارت قبل هيدا النشاط ومن بعد تغيرت اتجاهات الولاد يعني هلأ حتى هني بخبروني كل أهل صار يخبرونا اهتمامهم بالأخبار صار غير صاروا بيحضروا النشرات للأخبار يعني حتى كل وزارة عم بيحاولوا يفكروا بحلول ان شاء الله مستقبلا الوزير نقاش وزير شو قلت اللي؟ داخلية والبلديات وزير داخلية والبلديات صعبة هيدا ما هيك؟ معقدة هيدا نعم خبرنا شوي أول شي انا بدي اشكر مركز غديل انه اعطانا هاي الفوسة الذهابية انه نروح على السراء الحكومية كما انه بدي اشكر رفقاتي وزملائي ومبينتهم علي بدر الدين ومديرة دكتور الياس شوفاني المدرسة هيدا ساعدوني كتير انا نقات وزارة الداخلية لانه هي انا شفت بالبلد ما في ما في ابدا ابدا استقرار يعني ساعة بيطلع تفجيرات ساعة في سرقة ساعة في قتل ساعة ما بعرف في حدا نتخطف ليه هيك؟ الدولة ما عم تهتم ما في اي اهتمام بالبلد فانا مشان هيك اخترت وزارة الداخلية وشو الحلول اللي اعتيتها؟ انا عشان الوضع الامني الغير مستقر قررت انه تكون كل المناطق يكون فيها درك وجيش حتى ليه ما تتميز اي منطق عن الثاني ويتوقف هيدا القتل والسرقة والخطف والتفجيرات ان شاء الله ميثاء يعني بيان انه مش رحلة المشوار على سرايا الحكومة بالنسبة للشباب والصبايا والشغل اخذينا بكتير جدية هن هالعناصر هيك من الأول ولا من ورا هالبرنامج انتبهوا انه هن بيقدروا يععملوا شيء وعندهم رأي بهالمواضيع يعني فعلا من ورا البرنامج يعني طلعت عنا صراحة ان هالمواهب تبينت وهيدا الشي اللي كمان غدي بيركز عليه انه تنمية الموهبة يعني مش بس البرامج الطوعوي هو اللي تنمية الشخصية نعمل أنشطة بتنمية الشخصية بينما باقي البرامج مثلا نادي هوايتي نادي العلوم نادي التكنولوجيا والغناء التمثيل يعني صراحة عم بيطلع عنا مواهب ونحنا ان شاء الله يعني وقفنا انه شو بنا نعمل بها المواهب فكمان طلع معنا مشروع انا موهوب مشروع انا موهوب عم بيشتغل عليه ناس متخصصين بالموهبة لتنبية هذه المواهب الفزدة على جميع الصعود يلي بيقدمها غدي يعني مثل ما قلنا في عدة برامج كل موهبة بتطلع من عنا نحنا ان شاء الله هنحاول ننميها عبر مراكز متخصصة بيكون دولنا انه نحولها لهذه المراكز مهم الوزير نقاش شا عندك موهبة غير سياسة رسم اكتر شي مهم والغناء والغناء كمان هلأ كمان طلع بكرة الغدي بيان انه نشو الله كتير عنده اذن موسيقية وكتير قادر انه يعني صوته يلعب فيه وهيفا الرسم الرسم مهم وحابة تطوري هالموهبة مهم تعطيها من وقتك بتقضي كتير وقت بمركز غدي اه بتقضي وقت بتحب تجعل مركز مهم وقدي بتقضي وقت بالمركز انا لو بيقولولي كل يوم بتاعه لانه مركز غدي عنده فيه مثل انشطة ما بيتنعمل عادة كل سنة مركز غدي بيأبهرنا بنشاطاته مهم وانا كمان بنتر السبت مناطرة حتى اللي بسرحة مركز غدي هلو شو هي النشاطاتي اللي عم تقدموها جديدة واللي هالقبدي عم تبهره لعمر دايما في اشياء جديدة وحسب يمكن شباب والصبايا شو بيكونوا بحاجة لانه قطلني عم يعملوا يعني الاقتراحات وكتير عندهم هالشخصية القوية وعارفين حالون شو بدون يعني من ضمن كمان الانشطة بالاضافة للدورات الشتوية في عنا السامر كامب السامر كامب كمان بيتناول بيتناول كل احرف يلي هو قوية نبيع غدي كل حرف من هذه الاحرف بيتناول برنامج معين الاسس سينس تي تكنولوجي الار ريليجينت والي انترتيممين والارتس والموريلز والسبور فهيدي الاحرف مجموعة بالاضافة كمان للاعمار الاكبر بناخد عالم المهن عالم المهن هيدا اللي فعلا كتير كمان عم بيبرزز انه مواهب فيه مثلا الاعلامي الصغير فيه التاجر الصغير فيه الطباخ الصغير فيه الدليل السياحي الصغير يعني عدت عدت مهن ومنحاول انه الناشئة يطبقوها وكل واحد حسب حاجات المنطقة لان عالم المهن بيتطبق بأغلب مراكز غدي الموزع على المناطق في لبنان يعني على المناطق في لبنان يعني وين يعني فيه مركز غدي ترابلوس غدي برقايل وغدي بعلبك وغدي الفاكهة وغدي عرامون وطبعا غدي بيروت اللي هو مركزيته بغدي غدي بيروت وبكل منطقة يعني كل المناطق المجاورة هي بتتوجه عها المركز اذا كانت حابة انه تكون عملة تشارك فعلا وبيشاركوا بأنشطة غدي ودايما نحنا كل سنة عنا نشاط عام لكل طلاب غدي بالمناطق واللي هو منهم كان نواب غدي بالبرلمان كانوا بدن ينزلوا من المناطق طي يعطوا السئة للحكومة او لا بتعرفتوا عن نواب بعمل؟ هني كانوا معنا هني الأصغر مننا كانوا من دورتنا ومن دورت كمان عرامون طيب عرضتوا برنامشكن عليهم لحتى اللي تقنعون يصودوا يعني يعطوكم السئة نعم هني سمعونا وهني كتير مبهروا انه نحنا هذا الشغل مثل الابهر وانه نصاروا مبسوطين وعم بيفتخروا فينا لانه نحنا عم صرنا عم نمثلون هيفا شو كيف الطريقة يعني الابروش لحتى اللي تقدر يتقنع النواب ببرنامشيك؟ انه كنا اكتر شي كنا عم نشرح اكتر ما فينا حتى وعم نعطي الاسباب انه لها الحال وليها المشكلة حتى يقدر يقتنعوا فيها هذا يقدر يقتنعوا فيها وانتم اقتنعين ببرامج بعدكن ولا كمان عندكن نقاط او عندكن تعليق على برامج بقية الوزراء نحنا كنا قطعون عنا هيك كنا عم نطرد وكان هنا عم يشرحوا لنا اكتر فيه اعتراضات كمان عادة يعني لا مش كتير عادة عندن يحرر وممارسة اي اعطاء اي رأي ولكن السورة كمان من ضمن الاشياء اللي يعني مثلا من ثوابت غدي هو وكان هذا عبارة عن برنامج طوعوي خاص هو الاحترام واحترام الآخر يعني كان عدة محاور للاحترام احترام من يختلف عني باللون باللغة بالدين كمان عملنا نشاط كمان وقتا كان كتير حلو احترام زوية الاحتياجات الخاصة وطلعوا انه هن اطفال غدي تعاون مع اهليون يعني جمعوا راقم معين وقدموا لزو احتياجات الخاصة بمسلا برنامج ابصار بمكانة لتخطيط السمع وكانت كمان هاي تجربة كتير حلوية بعدين كمان مشاريع جاية ولا هؤلاء المشاريع اللي خبرتين عنه اني الكتار يعني لا دايما كل سنة فيه ان شاء الله شي جديد هلأ ان شاء الله على الصيف فيه برنامج انما هو بدنا نطبقه على الدورات الصيفية وذلك بانه نحاول نستكشف مواهب جميع الاطفال اللي بتجي لعنا او جميع الناشئة ومنوقف على هو بشو موهوب لانه نحن من مبدأ انه كل مولود ومعه موهبة معينة ما في حدا منه موهوب بشي كل ولده عنده موهبة فنحن يعني دورنا عبر اخصائيين نكتشف ان شاء الله هذه الموهبة ونحاول على تنميتها شكرا لإليك شكرا لمركز غادي ولكل الوزراء اللي كانوا معنا اليوم ولكن الوزراء أسعني اللي كمانا كانوا بالحكومة ويعطيهم العافي النواب ان شاء الله يقدروا يعطوا السئة هلأ وقفهم نرجعوا نتابع